مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جليد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال السيرة والبحوث الإسلامية عنوان الدرس عزيزي الطالب دولة المدينة والقبائل اليهودية الحصة الثانية نذكر عزيزي الطالب بالقيمة التربوية التي نأخذها من هذا الدرس وهي الوفاء بالعهد معنا في هذا الدرس عدة أهداف وقد ذكرت الهدف الأول وقد تناولناه في الحصة الماضية لأهميته ولعلاقته بدرس اليوم هذا الهدف أن يوضح الطالب أبرز بنود معاهدة المدينة ثانياً أن يستنبط الطالب موقف يهود بن النظير من معاهدة المدينة ثالثاً أن يبين الطالب رد الرسول صلى الله عليه وسلم على يهود بن النظير وأخيراً أن يوضح الطالب نتيجة نقض اليهود لعهدهم في البداية عزيزي الطالب أسألوا هذا السؤال حدد بعض صفات اليهود التي تعلمتها من القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم لنا أن اليهود ينقضون العهود وقد تآمروا على قتل أنبيائهم عليهم السلام الهدف الأول أن يوضح الطالب أبرز بنود معاهدة المدينة وهذا من باب التذكير عزيزي الطالب قلنا أبرز هذه البنود للمسلمين دينهم ولليهود دينهم كذلك المناصرة بين المسلمين واليهود على من حاربهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأخيراً إن حدث خلاف فإن أمرده إلى الله جل جلاله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليك هذا السؤال أذكر بنداً واحداً من بنود المعاهدة قلنا للمسلمين دينهم ولليهود دينهم الهدف الثاني أن يوضح الطالب موقف يهود بن النظير من معاهدة المدينة عزيزي الطالب لم يلتزم اليهود ببنود المعاهدة وعملوا إلى إثارة الفتن والعصبية القبلية بل وصل الأمر بطائفة منهم إلى الغدر بالمسلمين في أحلك الظروف وأشدها يبتغون بهذا هزيمة المسلمين والقضاء على الإسلام ومثال ذلك الصنف الثاني من اليهود بنو النظير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على اليهود أن يعينوه في الديات فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم في جماعة من أصحابه ليستعين بهم في دية رجلين قتلا خطأا فأظهروا له الرضا والاستجابة لطلبه وتآمر بن النظير على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يلقوا عليه الصخرة ليقتلوه وهو جالس تحت جدال لهم وعندما صعد أحدهم ليرمي الصخرة نزل الأمين جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وتوجه إلى المدينة ثم لحقه أصحابه فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما أرادت اليهود من الغدر والعياذ بالله عزيزي الطالب بما تفسر تآمر اليهود على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود أهل غدر وخيانة والعياذ بالله الهدف الثالث أن يوضح الطالب رد الرسول صلى الله عليه وسلم على بني النظير عزيزي الطالب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النظير يطلب منهم الخروج من المدينة وأمهلهم عشرة أيام بعث المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول إلى بني النظير ألا تخرجوا من دياركم وأننا سنقاتل معكم صار الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعدما رفض المنافقون الخروج إلى بني النظير لجأ بن النظير إلى حصونهم وطلبوا النصر من المنافقين ومن بني قريضة فلم ينصرهم فقذف الله جل جلاله الرعب في قلوب بني النظير فاستسلموا وكان ذلك في السنة الرابعة للهجرة الهدف الرابع أن يوضح الطالب نتائج نقض اليهود أو بني النظير لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزي الطالب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بن النظير من المدينة تاركين سلاحهم حاملين من أموالهم ما استطاعت إبلهم حملة وما لم يستطيعوا حمله قاموا بتخريبه حتى لا يستفيد منه المسلمون يقول الله جل جلاله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربوا نبيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار عزيزي الطالب ما موقف المنافقين من النقد بني النظير لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول رفض المنافقون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النظير وساندوهم في نغضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزي الطالب أذكر بضرورة المشاركة في الأنشطة الإلكترونية عبر منصة المدرسة ومتابعة الواجبات والفيديوهات هذا والله أسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية ترجمة نانسي قنقر